في اليوم الثاني والأخير من قمة الاتحاد الأوروبي ودول أمريكا اللاتينية والكرايبي في بروكسل خصص الاتحاد 118 مليون يورو بعنوان دعم الاستثمارات في تلك الدول الأمريكية وتقول المفوضية الأوروبية إن القروض والعمليات المالية الأخرى تهدف إلى دعم التعاون عبر الأطلسي ووقع اتفاق للإعثاء من التأشيرة مع البيرو وكولومبيا وتقول مفادة يورو نيوز يأمل الزعماء في دعم عملية السلام في كولومبيا واتفاق سياسي بشأن التعاون بين الاتحاد الأوروبي وكوبا بناء على محادثات تختتم مع موافى السنة وتزامنا مع انعقاد القمة تظاهر نشطاء ضد دور الشركات المتعددة الجنسيات في انتهاك حقوق الإنسان باقيت بمنأ عن المحاسبة وتقول ناشطة كل هذه الحكاية عن الشركات الكبرى العابرة للأوطان تنتهي بالتسبب في اللامسواة وتعميق حدة الفقر في بلداننا وقد تظاهر المحتجون أمام مقرات شركات كبرى للأغذية الأوروبية